اشتركوا في القناة الميزانية العمل الدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 والتي جعلت مصلحة الوطن والمواطن أولوية وفوق كل اعتبار كما نوه المجلس بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق الحكومي طوال فترة مناقشة الميزانية العمل الدولة مع السلطة التشرعية ثم أشاد المجلس بما تحقق على صعيد تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعكس نجاح البرامج والسياسات التي أطلقها المجلس الأعلى للبرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي للمرأة بعدها أشاد المجلس بالدور الكبير الذي تطلع به الجهات المعنية بحملات الرقابة والتدقيق على المساكن التي يوفرها أصحاب العمل للعمالة للتأكد من التزامها بإجراءات الأمن والسلامة والتدابير الوقائية والعمل على اتخاذ الإجراءات التنظيمية لهذه المساكن بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا ووجه المجلس إلى استمرار متابعة تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سلامة كافة أفراد المجتمع بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن استنكار مملكة البحرين وإيدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الجبان لاستهداف ميناء رأس النورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات مفخخة الأمر الذي يشكل خطرا على حياة الأبرياء والمنشآت الحيوية وتهديدا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي وانتهاكا للقانون الدولي مؤكدا موقف مملكة البحرين المساند للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها كما هنأ مجلس الوزراء مع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة التجديد له لفترة جديدة متمنيا له التوفيق والنجاح في تعزيز دور الجامعة في مسيرة العمل العربي المشترك ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ميلي أولا الموافقة على الموضوعات التالية واحد مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن تيسير إجراءات إصدار تصريح دخول المطار لجميع الجهات التي تمارس أعمالنا ذات طبيعة تجارية اثنان مذكرة بشأن الخطة الوطنية للقطاع العقاري والتي تستهدف ديمون متى إسهام القطاع العقاري في النمو الاقتصادي وجعله أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات حيث تستند الخطة على خمس ركائز وسبع عشرة مبادرة تسهم في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الأفصاح والشفافية وتشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ثلاثة مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن تسمية الجهة الإدارية المختصة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية أربع مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن ردود الحكومة على ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واستعرض المجلس الموضوعات التالية مذكرة سعادة وزير الشؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن أولويات الوزارة للفترة من 2018 إلى 2020 اثنان مذكرة سعادة وزيرة الصحة حول سير العمل في أولويات الوزارة للعام 2020 ثلاثة مذكرة سعادة وزير الشؤون الشباب ورياضة حول المشاريع ذات الأولوية بالوزارة وربطها ببرنامج الحكومة اشتركوا في القناة